الآن هناخد مع بعض الوقت activity 2 المشاط الثاني من تدريبات بايبيت للصفة الخامس هناخد هنا صفحة 338 و 339 نبدأ أول سؤال معي بلتشوز اختر ذراية أنصر الإجابة الصحيحة فوروم A, B ورسي من الطريق الاختيارات اللي عندنا رقم واحد I not do my homework بعمل واجبي المنزلي mustn't لا يجب shouldn't لا يجب ولا must إنه يجب يبقى I must do my homework يجب علي أن أنا أعمل إيه واجبي المنزلي رقم اثنين فيوم هاز فيوم بيكون فيها نقاط an amazing sites هم مواقع مدهشة يكون فيها ايه floods الفيضانات ولا lex البحيرات ولا storms اللي هي العواصف طبعا بيكون فيها lexل ايه البحيرات رقم ثلاثة I would like أنا أحب نقاط apples please بحب ايه apples هنا جامع ما يفعش معها an أو a يبقى some some apples please بحب بعض من التفاح مفضلك لأن an و a بيقولي قبل ايه المفرد رقم اربع الساعة السادسة صباحا بالأمس I بتاخد معها is ولا was ولا r ما يفعش I معها is لأن في المدارة I معها am وما يفعش I معها r تمام لأن ديت ايه بتبقى مع you أو we أو they يبقى I طالما عندي yesterday أصلا عايزة ماضي أنا كنت نايم الساعة السادسة صباحا بالأمس يبقى was ومعها أنا كنت نايم الساعة السادسة صباحا بالأمس شو بقى الأسئلة الخاصة بالتوصيل يريد أكرا أن ما تشوصل number a giant giant اللي هو ليه العملاك العملاك ده بيكون ايه يلا بقى نشوف الاختيارات to cut something down أنه تتقطع شيء ما the way water moves اللي هو الطريق بتاع حركة المياه ولا small area of water with rocks مساحة صغيرة من المياه with rocks وفيها صخور something that isn't alive شيء ما ليس على قيد الحياة a very very big person شخص ضخم جدا جدا يبقى هنختار هنا الحرف ايه الحرف ايه تمام بعد كده بيقول لي هنا non living means non living يعني ايه معناها ايه طبعا أنه هو ليس على قيد الحياة يبقى something شيء ما that isn't alive ليس على قيد الحياة نكتب هنا الحرف دي رقم ثلاثة flow is flow بيكون ايه تمام بيقول لي هنا the way water طريق المياه moves طريق تضفق الان المياه او طريق حركة الايه المياه نكتب هنا الحرف بي رقم اربع rocket rock pool is تمام اللي هو اه حمام او البركة الصخرية البركة الصخرية دي بتكون ايه البركة الصخرية small area منطقة صغيرة of water من المياه with rocks وفيها ايه صخور نكتب الحرف c job you cut you cut you cut تمام بيقول لي هنا معناها to cut something down تقطع شيء ما معناها ان انت بتقطع شيء ما بتقطع كده بقطع صغيرة يبقى كده الحرف ايه يلا كمل كلمات وهنا وظفها داخل النقاط في الفقرة اللي عندنا بيقول لي ريد اقرأ الفراغات يعني صحراء يعني كسير اللي هي الجمال بيقول لي انا زهبت الى الاسكندرية او الى مكتبة الاسكندرية to alexandria library لص سمر الصيف الماضي there were كان يوجد نقط of useful books من الكتب الايه المفيدة كان موجود ايه كتير من الكتب المفيدة هو اصلا جايب لي هنا of يبقى lots of كتير من الكتب الايه المفيدة i enjoyed reading books انا استمتعت بقراءة الكتب about قراءة كتب عن ايه عن camels عن الجمال camels they live in the الجمال دي بتعيش فين in the desert في الصحراء شوف بقى الفقرة جايب لي هنا فقرة بيقول لي هنا ايه read اقرأ the following التالي عن answer واجب the questions على الاسئلة نسرين had some old clues نسرين بيكون عندها بعض الملابس القديمة so لذلك she went shopping with her friend راحت مع صدقتها امنية للتصوق at the shop في المحل she found nice new dresses وجديد فساتين جديدة وجميلة but they were very expensive لكنها كانت غالية جدا فساتين دي كانت غالية so لذلك they went back هم رجوا للبيت مرة تانية نسرين was very surprised نسرين كانت مندهشة جدا that her mother ان مامتها about the dresses اشترت الفساتين she wanted هي ارادت اللي هي ارادتها يعني هي كانت مستغربة او مندهشة جدا ان مامتها اشترت الفساتين اللي هي كانت ايه عايزها يبني الصفح لقصاتها page 339 يقول لي fill in the blank with true or false هنبدأ كده نقرأ ونحط الصحة وخطأ حسب المعلومات اللي احنا كرأنا هبيقول لي هنا نسرين put that dresses نسرين هي اللي اشترت الفساتين طبعا ما مامتها يبقى فلسة ايه خطأ رقم اثنين the dresses الفساتين were very expensive الفساتين كانت very expensive يعني غالية جدا طبعا true صحيح answer the phone questions اجبع الاسئلة التالية where did نسرين go اين زهبت نسرين نسرين رحت لفين she went shopping هي زهبت للتصوك شي هي went زهبت shopping للتصوك طبعا بيقول لي هنا رقم اربع who went shopping with Nisrin من رح للتصوك معني معني سرين طبعا صادقتها مين صادقتها امنية her friend امنية her friend صادقتها امنية بيقول لي هنا بقى قعد ترتيب الكلمات هنرجع الكلمات لوضعها الصحيح والترتيب الصحيح بتاعها عشان نكون جمل مفيدة بيقول لي هنا read, اقرأ, and reorder وقعد ترتيب the following add, tally to make عشان تكون sentences جمل ايه جمل صحيح هنشوف كده كلمات اللي هو جايب هنا number one where can you what, ma, or, or, mاذا don't, yafعل add, you, and ta whom man's, yesterday بالامس من كان what were you doing what were you doing ماذا كنت تفعل add, whom في المنزل yesterday what were you doing what where you doing ماذا كنت ايه تفعل add whom في المنزل yesterday day بالامس ماذا كنت تفعل في المنزل بالامس رقم اثنين اي انا need احتاج والسوف او بمعنى هل في الاول اكوت اللي هو المعتف هل سوف احتاج المعتف او البلط will والفاعل والمصدر will i need اكوت will i need اكوت رقم ثلاثة cars السيارات اريا كون imagine with there too mini from عايزين نقول هنا there are too mini images from cars يوجد عندي هنا عوادم كتيرة من الايه من السيارات there are two mini missions from cars من السيارات رقم اربعة كانت لا يستطيع هومورك اللي هو الواجب المنزلي اي انا ما يملكي او يخصني دو لو يفعل عايزين هنا نقولها ازاي نقول انا لا استطيع ان اعمل واجبي المنزلي اي كانت دو ماي هومورك عايزني هنا اكتب فقرة بيقول لي ايه بيقول لي هنا هنكتب باراكراف مكون من خمس جمل مستخدم الكلمات التالية افطارك نتكلم عن الافطار الخاص بيه الساعة السامنة سيب كده مسافة نبدأ اول حرف في كابتال لتر وفي نهاية الجملة بتاحت بعمل فروستوب والجملة اللي بعدها ببدأها بكابتال لتر هنتكلم ونقول اي 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 بتناول واجبة الافطار الساعة السامنة بالضبط اي 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 فول مدمس بتناول الفول مدمس بريد وخبز وبيض مسلو اي درينك فريش جوس اي درينك فريش جوس يعني اشرب العصير الطازق اي هاف بريكفاس ويذ ماي فاميلي اتناول واجبة الافطار اي مع عائلتي الجزء الخاص بالطرقين بنكتويت بنكتويت اذا فلونجو رقم التالي رقم واحد ماذا تفعل فاطمة واحمد احمد وفاطمة بيعملوا اي عيني على اول حرف دايما بعمل هنا ال W وعندي كلمة احمد بعمل فيها ال A وفاطمة هو عامل فيها ال F وطالما ده السؤال بعمل فين هي اي استفهام اعملت ال W وال A ويه اللي هي علامة استفهام بعد كده رقم اتنين بيقولي هنا عادل N مجدي R عادل ومجدي اتنين اي طوال تمام طيب عندي هنا اول حاجة هنا على اول حرف هنا حرف ال A بعملو كابيتل لتر تمام ومجدي نفس الحكاية ال M كابيتل لتر واجه هنا في النهاية بتاعتي وام كميلة عادي جدا وفي النهاية ترمت جملة عادية خبرية مش استفهامية بعمل A فلسطوية في النهاية